لا يزال الشيخ مهدي عكيف يمتهن نشاط تربية الخيول بولاية غردايا فعشقه لهذه المهنة منذ صغر جعلت منها تأخذ الجزء الأكبر من يوميته هذه الفروسية هي عشقة قبل كل شيء وهي ترويد وولف ومعاشرة لهذه الأحصنة عندي كل صباح إن شاء الله نطلع لهم ونعطيهم موجبة الصباح ونراعيهم ونشوف الأمور اللي رها نقصدهم ممكن نحاود ماكلاش عالفهم ممكن نحاود نلقاهم مريض ممكن ثلاث يعني كما نقولوا إحنا مدمينين تع خيول يعني من الجموش نفارقهم بأن هذا اللي رها نشوف في هذه التربية أنها أصل وأننا نحافظوا خاصة نحافظوا على السلالات لأننا في الجزال لدينا عدة سلالات ونحافظوا عليهم المحافظة على هذه المهنة والاعتناء بالخيول ونقلها للأبناء تبغى الشغل الشاغل للشيخ مهدي فهذا النشاط متوارث من الأجدد ذكر الرسول أن الخيل في نواصل الخيل إلى يوم الدين الخيل كان في المريكان وخيل في فرصة وكان دارين من التنزيل ودارين من الرياضة ولكن الحمد لله ربي هذا الأصل جاء من وقت الغازوات من وقت الفتوحات الإسلامية والحمد لله إلى يومنا هذا نحن بالنسبة للدولة الحمد لله رها موفرة لنا الألف نتاعو نشكر وزارة الفلاحة ونشكر أرلندية وتعتيارة ورانا الحمد لله شوية من عدد دولة وشوية من عددنا ولكن ما نطلقوش هذه الحرف هذه وما نطلقوش هذه الثورات متاعنا وما نطلقوش هذه الأصل تعنا شيخ مهدي كغيره من كل مربينا الخيول ينتظرون الاهتمام أكثر بهكذا نشاط الذي يساهم لمحل في المحافظة على عادات وتقاليد الأجداد